ياد فيه شغلتين هيك منحب نحب نحكي عنهم دائما مشروطين عنها في المجتمع فيه العقل النقلي لهو بيمرر المعلومة بدون وعي بدون ما يفحصها وأحيانا يدافع عنها بضراوة بدون ما يكون متأكد منها في المقابل فيه الأشخاص اللي كنا عم نتحدث عنهم طيلة الحلقة لهن عندهم العقل النقدي لهن ينتقدوا الأشياء وبيدوروا وبيفحصوها هيك للعمق بدوروا عن زوات أخطاء وما إلى ذلك بشغلوا مخن شوي فيها أكثر أي برأيك أخطر الأشخاص اللي بيملكوا العقل النقلي أم العقل النقدي العقل النقلي الأول اللي بينقل المعلومات بدون تفكير أكيد لأنه إذا هو يعني إذا عم بقول إشي مضر وهو مش عارف إنه شو أبعاده شو سلبياته فهو وده هو مؤثر فهو يخرب مجتمع كامل خرب الناس اللي متبعيته على صعيد شغل مثلاً في كتير أغاني اللي اليوم إحنا عم نسمعها بسقمة احترامي للمطربين اللي بيغنوها وإنها أصحابي طبعاً في أغاني مثلاً أنا بشوفش فيها أشياء غلط يعني بس إنه إحنا مش متقبلينها أو المجتمع تبعنا مش متقبلها أو الأعراس تبعيتنا أو مش مليمي لمفاهيم مجتمعنا ومعتقدات مجتمعنا فإحنا عم يعني أنا وغيري عم نضطر نغنيها وعم بحاول أتحيادها أنا أدمى بقدر طبعاً عم تنطلب مني عم بحاول يعني نقول قداش ببقدر أن أتحيادها مش لإنه أنا أنا هي لحنة حلو الناس حبت اللحة مش فهم الكلمات ولا فهم المعنى كبعها اليوم أنت اليوم الأولاد الصغار صاروا بيغنوها ومش فهمين شو معنى كلمات ما بتغنيها من مسؤولية تجاه ناس اللي تسمعها ما بغنيها أنا شخصياً مش بس لموضوع الناس اللي تسمعها لأنه أنا ما بغنيها لأنه مش حاس إنه فيها إشي فني مش حاس إنه أغني فضلي سؤالك كنبل بسراحة هسا أنت بتحكي إنه لأنه مبادئك تسمحش إنه تغني لأنه مش من مفاهيمنا ومش مقبولة على مجتمعنا طلبوا منك بعرس معين أو حكوا لك مثلاً حجزوا معك العرس معين ونقول لك بس هاي الأغنية هذول الغنيتين ثنتين ثلاثة بدنيا هين وأنت بتكون نيفر بغني هنش مستعدة تبطل استعد أنك ما تأخذ المناسبة إذا أنا أغني بضرني شخصياً أكيد أكيد مية بالمية عندما نحكي تضر شخصياً تضر صورتك كفنة طبعاً أكيد أنا في كثير تحكي لي بالشغلة حدث هالشي معك حدث بس مش مش على أغنية كثير شغلات بحياتي الشخصية إن كان دعايات أعمل دعاي لموضوع معين أو أعمل أو أتواجد بمحل معين أو أغني بفرح ناس معينين أو وعم تحكي عن مبالغ شغلات أنا ما قبلتش مش لأنني أنا إنسان مادي مش لأنه والله أنا مليونير أو ناقصني أو كده لأنه أنا عندي أنا أنا إلي رسالة وأنا مؤثر على ناس معينين وعندي جمهوري اللي بنتئدني عن كل كبيرة وصغيرة يعني أنا اليوم إذا شاعري غلط بنتئدوني عليه فما بالك إنه إذا أنا طلعت اليوم توجدت بمحل غلط فأكيد بس ولا مرة صار مع هذا الموضوع بيصير معي إنه ما تغنيش هالأغنية بغنيهاش إذا طلبه مني إنسان بقول له هذه الفرح طالبه مني أغنيهاش تطلع منه بطريقة اللي هي لابقة فأمار بقول لك إنه العقل النقلي هو أكيد هو الأخطر أنه الأسلوب كله يعتمد على الأسلوب كيف أنه ممكن لو حتى طلبت تعتقدر بلا باقة اللي هي ممكن يعني تغنيه طبعا نحن بكلمات أخرى عم نحكي إنه يعني بغض النظر قدش الشيء أحيانا ممكن يكون مؤذي بشكل مباشر للأشخاص اللي بينتقدوا هني أقل سوء من الأشخاص اللي بينقلوا مواد أو مواضيع أو أغنيات أو كل يعني يعني إلى النهاي من القضايا من غير واعي من غير واعي من غير واعي حيانا من غير ما يشوفه بس مجرد ما يستمعه أو يعني يتم نقل أخبار ومن غير التأكد هذي كمان يعني مشكلة أصعب وأبشع للأسف فاكر الناس اللي تنتقد عن واعي هذول بدنا يكتروا منن يعني بدنا كتير منهن وبدنا الكل يكون هيك لأنه يعني مثلا بمجال عملي بطلع فيلم كتير ناس بتستنى نقاد الصينما تكتب شيء عن الفيلم بيكتبوا من محل بحثي من محل مدروس من محل اللي هو يعني أكثر بعلم من وراه يعني إذ كان معلمش المخرج أو الصاحب العمل بعلم الناس اللي مهتمي بهذا المجال فإنه آه يعني طبعا ومفضلي يكون كتير من هاي النوعية فاستربشوا الأزمة أنا عم عند الحلقة فجأت بأنه وحتى في واحدة من الحلقات السابقة حاولت أني ودورت بقوة جدا كبيرة على نقاد نقاد أدب نقاد نقاد اجتماعيين نقاد على قضايا نحن نفتقر نفتقد لكلمة ناقد من ناحية مهنية من ناحية شخص كمهني عنده هذا النقد اللي أنت عم تتحدثي عنه يعني نقاد السينما أصلا نحن بنسلنا النقاد العالميين حتى يتحدثوا في قضية فاكر بتدوش لا ينتقدوك نحن الأزمة تابعنا نحن الأزمة تابعنا لكل نقاد يكون نقاد غير مهنية في مدان أزمات إحنا نقابة فنانية فيش عنا تمنع فلان غني وفلان ما يجنش أغني يعني زي مصر لما كانت أغنية بنت القيران اللي أنا كتير بحب أغنيها بكل عرس لا أنا بجنن وكلماتي بجنن بس كان فيها كلمة اللي عملوا عليها مشكلة اللي هي الخمور وحشيش صورة الكلمة يعني واضطروا يغيروها غيروها الأغنية جابت أرقام خيالية خمسمائة مليون ستمائة مليون اللي كل النقابة الفنانية موجودين فيها فيها المسؤول فيها ما حدا بجابة انتأدوهن وحطموهن ب...وارش الجماعة جايزين من بيئة من فقر فين محل معينن انته أدوها فيه نقابة فنانين منعاتين يغنو منيعوا يغنو بس غيروا الكلمةة Topون تصريح لقكون عنا مين يمنع عنا ليش نقابة فنانين علينا مش نقابة Tiffany ولا علنا ولا حدا يمنع هناك جهة رسمية اللي هي بتعطيك يعني بتحدد ش żeby المعايير الصحيحين لك أنت تواجهة لمجتمع بكل عالم بكل مواضيع يعني بكل مواضيع بكل مجال تقريبا نتلكيش النقابي شي لجنة معين اللي تفحص من المسؤول من المسؤول عن غياب هذا الجانب في المجتمع العربي نحن المهنيين نتكتل نحن نفسنا نحن نفسنا نحن 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 نشتغل بعيدا عن القضايا السياسية وضغوطاتها على أنفسنا كمجتمع أنه يكون عندنا أسلحة حضارية ثقافية اجتماعية بتوجهنا إلى المسار الصح هذا لا يبرر نحن المسؤولية علينا نبلا نبلا كمهنيين نحن المسؤولية بحكي لك من المجالي حكينا أنا كي قبل أنه خاصة آخر سنتين وفتت الكورونا وكله صار مدرب وكله صار موجه وكله صار معالب تطلع لك ناس اللي بتعرفيش من وين طلعت الناس اللي تعلمت على الزوم سبعين ثلاثة وصارت مدربة ومعالجة وتيف اليوم عشان تسمي حالك معالج قدش بدك أصلا بدك أربع سنين في جامعة مع سوبر فيجين مع تطبيق يعني أنا ما بس مش ساخي أفوت المجال لشان أسمي حالي معالج فكيف يعني هاي الناس بطلع في الشي رقابة على هذا الموضوع عشان نكسر الإشي بتحسي السوق ومين اللي بيتصوق فيه ودامك والمسؤولية علينا إحنا